اشتركوا في القناة محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الثلاثة تاسع من الشهر السابع من عام أربعة وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكا تحيه سائلين الله عز وجل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروم بمنه وكرم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد قال المصنف رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب ولكنه على الله يسير وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاتهم مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه لعلمهم أن يكون ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ لا بد من نفوذه لا بد من نفوذه ووقوعه فلا سبيل إلى دفعه ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بطر وأشر لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم وإنما أدركوه بفضل الله ومنه فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم ولهذا قال والله لا يحب كل مختال فخور أي متكبر فض غليظ معجب بنفسه فخور بنعم الله ينسبها إلى نفسه وتطغيه وتلهيه كما قال تبارك وتعالى ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل أن يجمعون بين الأمرين الذميمين الذين كل منهما كاف في الشر البخل وهو منع الحقوق الواجبة ويأمرون الناس بذلك فلم يكفهم بخلهم حتى أمر الناس بذلك وحثوهم على هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم عنها ومن يتولى عن طاعة الله فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا فإن الله هو الغني الحميد الذي غناه من لوازم ذاته الذي له ملك السماوات والأرض وهو الذي أغنى عباده وأقناهم الحميد الذي له كل اسم حسن ووصف كامل وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم هذه الآيات الآية الثانية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون من سورة الحديد تقرر قضية من أهم قضايا الاعتقاد وهي قضية وعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر لا شك أيها الإخوة أن أمر التوحيد والعقيدة الصحيحة والإيمان الخالص لله من أهم القضايا التي بل أهمها على الإطلاق التي يجب على المسلم أن يقررها قولا وعملا واعتقادا ففي هذه الآيات ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب وفي التغاب ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله الإيمان والتوحيد أساس متين وركن ركين ينبغي على المسلم أن يعنا به ولهذا القرآن كله كتاب عقيدة والعقيدة تنبثق منها شريعة والشريعة تشمل العبادات والمعاملات والأخلاق والأحوال الشخصية والشهادات والإقرار والأيمان والنذور إلى آخر ما كتبه فقهاء الإسلام رحمهم الله كما أن هذه العقيدة تقتضي المتابعة من أين نعرف العقيدة الصحيحة إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنلزم ما لزم ونحرص على أن نسير على وفق هديه عليه الصلاة والسلام فلا نشرع عبادة ولا نحدث حدثا أو أمرا محدثا ونحن في هذا الشهر في شهر رجل على سبيل المثال حاجة الناس إلى العلم بالسنة تأتي حينما تمر على الناس بعض المواسم فيخصون بعض الشهور بعض الأيام بعبادات لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وشهر رجب من أشهر الله الحرم الذي له في الشريعة حرمة ومكانة لكن هذه المكانة تجعلنا نعظمه بأن نحرص على الأوامر وتنفيذها والنواهي والزواجر في الحذر من الوقوع فيها ولهذا قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي بالمعاصي لكن أن يغلو بعض الناس فيزيد في دين الله ما ليس منه ويخص شهر رجب بصلاة في أول جمعة يسمونها صلاة الرغائب أو في احتفالات في آخره كما يحتفلون في ليلة الإسراء والمعراج أو في ذبيحة يسمونها الفرع والعتيرة أو غيرها من الأذكار والعبادات هذا الباب محسوم في السنة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقد سار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم من القرون المفضلة على هذا المنهج حتى أحدث الناس عبادات هي بسبب ضعف صلتهم الوثيقة والصحيحة بدين الله عز وجل فليحذر المسلم قال ابن حجر رحمه الله لم يصح في فضل شاهر رجب حديث صحيح ولا حسن ولا حديث يصلح للحجة وإنما كل ما ورد فيه إما موضوع أو ضعيف شديد الضعف وله رسالة قيمة اسمها تبهين العجب فيما ورد فيه شهر رجب وكذلك قرر ابن رجب رحمه الله والإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والمحققون من أهل العلم فينبغي للمسلم أن يقف حيث وقف الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف والأمور الشرعية مبنية على الاستنان لا على مجرد الاستحسان ومبنية على الاتباع لا على الابتداع وفي هذه الآيات تقرير لعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر مناسبة الآية تحدث في هذه الآية عن القضاء والقدر وأن ما يصيب الإنسان إنما هو بأمر الله وقضائه وقدره قبلها سابقوا إلى مغفرة من ربكم فما الرابط والمناسبة بين الموضوعين لما حث سبحانه في الآية السابقة على المسابقة على كل عمل يوصل إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته أردف ذلك بتهوين المصائب على المؤمنين ليكون ذلك مصدر سعادتهم وطمأنينتهم وراحتهم ويكون فيه الشفاء عن الكآبا والحزن والأساء التي تمر على الإنسان فيما يمر عليه من أحداث فقد تنسيه المسابقة إلى الخيرات هذا الرابط بين آية المسابقة وآية تقرير عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر وآية ذلك والحكمة من ذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تحزنوا ولا تفرحوا بما آتاكم لا تأسوا على ما فات ولا تفرحوا بما هو آت فما اختاره الله لكم هو عين الخيارة لكم وربك يخلق ما يشاء ويختار واختيار الله لعبده حتى في المصائب خير له رفعة في درجاته مضاعفة في حسناته تكفير لسيئاته حتى لا يحزن ولا يفرح يظل في اعتدال يتذكر حال المصابين على الدوام فيه أناس في المجتمعات هم على الدوام في مصائب متتابعة فيذكر ذوي الحاجة واليائسين والبائسين ولا يُعرِّضه ذلك للبُخْل بمعنى البُخْل المعنوي أو البُخْل الحسي بُخْل المعنوي أن يبخل على نفسه في الطاعات والعبادات والإنفاق في سبيل الله ولا يأمر الناس بهذا بل يحرص على كرم نفسه وكرم روحه ويده ويبسطها في مجالات البر والخير ابتغاء ثواب الغني الحميد سبحانه وإلا فالله هو الغني عن خلقه ليس بحاجة إلى الإنفاق ولو اتصف الإنسان بالبُخْل فبُخْله على نفسه ولي يضر الله شيئا والله هو الغني وهو المحمود الحميد على نعمه التي لا يحصها حد ولا يعدها عد سبحانه وبحمد في هذه الآيات تقرير عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره إن كل شيء خلقناه بقدر ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ جمهور أهل العلم على أنهما بمعنى واحد وبعضهم يفرق بين القضاء فيقول القضاء هو الحكم والأمر اللازم وأما القدر فهو مع هذا تقرير للمشيئة والعلم والوجود لهذا الأمر الذي قدره الله تبارك وتعالى من أمور الخير والشر من المصائب أو من الأمور المفرحة أو من الأمور المحزنة مراتب الإيمان بالقضاء والقدر ذكرها أهل العلم وأنها مراتب من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر العلم العلم لا يمكن أن يكون هناك كتابة إلا في كتاب إلا لأن الله أحاط علمه بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون فعنده سبحانه العلم التام بالإنسان وبهذا الكون كله فهو يعلم سبحانه وتعالى وهذه مرتبة من أهم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر ثم الكتابة إلا في كتاب إلا بإذن الله الكتاب هو اللوح المحفوظ وكل شيء مكتوب على الإنسان أجله رزقه شقي أو سعيد وهذا الذي يطمئن الإنسان في قضية عقيدة القضاء والقدر إذا مات عندك ميت وفقدت غاليا أو حبيبا فالله هو الذي أخذه هو الذي أوجده وهو الذي أخذه فنحن أمرنا عند المصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نرضى ونسلم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراق كل غال علينا محزونون لكن هذا الحزن يسليه أننا مؤمنون بقضاء الله وقدره وأن الله سبحانه هو الذي أراد ذلك ولا راد لقضائه سبحانه وهكذا في كل أمر من الأمور في الرزق ليش الغني مثلا يبطر وليش الفقير دائما يحزن الله الذي قدر الغنى والرزق كما في حديث ابن مسعود ما منكم من أحد إلا يكتب عليه رزقه وأجله وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه فالأمر مقرر أيها المؤمنون قرروا هذه العقيدة في القلب وقرروها باللسان وقرروها بالفعل إذا حصلت مصيبة ليش نرى كثير من الناس إذا صارت مصيبة يجزع ويسخط وقد يشق الثوب وقد يلطم الخد وقد يتسخط ويتبرم لماذا؟ هذا ضعف في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر كل شيء مكتوب لكن القضاء والقدر لا ينافي فعل الأسباب لا تقول سأرزق خلاص قضاء وقدر سيأتيني أولاد قضاء وقدر لا أعمل ولا أتزوج لهذا سفه وليس أيضا من العقل ولا من المنطق ولا من الشرع فليتنبه المسلم لهذه الأمور ما أصاب وأيضا من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر نحن نقول المشيئة حسنت المشيئة وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيم الله مشيئته هي النافذ وللإنسان مشيئة لكنها مرتبطة بمشيئة الله عز وجل ولهذا قال وما تشاؤون يعني قرر الإنسان له مشيئ يشاء يريد ولكنها تحت مشيئة الله عز وجل إن أراد الله أنفذ مشيئته وإن أراد حبسها وهذا السؤال الذي يريد كثير هل الإنسان مخير ولا مسير اشتجيب يا بطل يعني هل الإنسان ملزم فيها الحياة يسير على شيء كتبه الله له في كل أموره حتى في أكله وشربه وفي أموره الاعتيادية أو أنه مخير قد يختار أحيانا بعض الأمور كما يختار زوجة كما يختار وظيفة كما يختار سفرا إلى مكان معين وكل هذا مقدر تحت مشيئة الله لو لم يشأه الله لك لم تحققه مشيئتك إذن الإنسان مسير فيما أراده الله له وقرره وشاءه له وقدره وقضاه عليه وكتبه عليه في الكتاب في اللوح المحفوظ قبل أن نبرأها قبل أن يخلق الخليقة قبل أن توجد تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على المعر ومن مراتب هذه أربع مراتب هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر المشيئة قلناها ما بقي؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق أحسنتم الخلق هذا هو الإيجاد إذا علم وقدر وشاء تحقق الوضع يعني تحققت المصيبة أو حتى الفرح ولهذا سيأتينا أن مطلق المصيبة المصيبة يعني ما يحدث أيًا كان من خير أو شر ما أصاب من مصيبة في الأرض ثبت في أم الكتاب في الأرض ما أصاب الماء هنا وإش نوعا؟ نافية ما أصاب يعني لا يمكن ينفي الله عز وجل كل إصابة تكون في الأرض إلا بإذنه والمراد بالمصيبة النائبة القارعة الحادثة الجائحة أي مصيبة من المصائب ويجوز أن يكون ما يحدث أي حادثة سواء كانت خيرا أو شرا من في قوله ما أصاب من مصيبة ما نوعها هل هي بيانية أو تبعيضية أو بيانية ما أصاب من مصيبة بعض المفسرين يسميها مؤكدة بعضهم يسميها زائدة والصحيح أنها للبيان تأكيد البيان ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم والمصيبة يجوز أن تؤنف وأن تذكر ما أصاب من مصيبة ما أصاب لاحظ مذكر الفعل والمصيبة مؤنة يجوز ما أصابت مصيبة في الأرض أو ما أصاب من مصيبة في الأرض ولفظ مصيبة الغالب أنه يدور على الشر الذي لا يحبه الإنسان يرى أنه مصيبة له وقع على نفسه يتأثر كحادثة عامة حريق غرق جائحة جائحة كورونا اللي مرت على العالم كل بأمر من بأمر الله ولهذا نحن نسلم الأمر لله وأنا أخذ بالأسباب الشرعية إذن المعروف في المصيبة أنها للشر وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن أنه أراد عرف المصيبة المصيبة يعني ما عرف العرف والعادة للمصيبة أنها للشر وخصها بالذكر لأنها أهم شيء على الناس وعلى البشر وقوع المصائب على الناس وفي الأرض مثل القحط مثل الزلعزل العاهات الآفات النوائب في الأرض عامة في هذا الكون كله ولا في أنفسكم شوف العموم والخصوص ولا في أنفسكم يعني في ما يخص الإنسان كأن يأتي سقم أو مرض أو موت أو حرق أو غرق أو جائحة تخصه هو في نفسه في ماله في ولده في أهله في أسرة في عزيز لديه أيًا كان حسيًا كان أو معنويًا والقول الثاني في المصائب أنها الحوادث خيرًا كانت أو شرًا لا يمكن أن تحدث حادثة في هذا الكون من خير أو شر إلا وقد قدرها الله وأرادها آمنا بالله لا يمكن أن يكون كل شيء في هذا الكون إلا بأمر الله لا الشرق ولا الغرب ولا أحد من القوى الأرضية يستطيع كل الأمر بيد الله فيجب أن تقوى عقيدة المسلم بالإيمان بقضاء الله وقدره ولا في أنفسكم أيها الناس أيها العباد من مرض من آفة من موت عزيز ولد أو والد أو أخ أو خوف عدو أو جوع أو فقر أو 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 من مصائب الدنيا إلا في كتاب خلاص سلمنا آمنا نطمئن كل شيء مكتوب نحن على عقيدة ولهذا الملحد المشرك الكافر والعياذ بالله تجده لا يحس بأثر هذه العقيدة بالإيمان بالقضاء والقدر في نفسه ولهذا حينما تنتشر المصائب الأمراض النفسية الكآبة الانتحار كله بسبب ضعف العقيدة فيجب أن الإنسان يقوي عقيدته الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله والأمر يومئذ لله إلا في كتاب إلا في كتاب هذه الجملة حالية في محل نصب على الحال من مصيبة يعني حالة كونها في كتاب مكتوبة مثبتة في علم الله سبحانه وتعالى وأيضا في أم الكتاب في اللوح المحفوظ وجملة من قبل أن نبرأها في محل جر صفة لكتاب إلا في كتاب صفته قبل أن تبرأ الخليقة من قبل أن نبرأها يعني نخلقها من البر بالفتح لا من البر البر هو الشفاء لكن البر هو ها الخلق ومنه اسم الباري الخال الباري هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى قوله هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البار البار من هنا إلا في كتاب من قبل أن نبرأها برأ يعني يعني خلق ومنه قول الشاعر من أهل بيت برأ برأ ذو العرش فضلهم يبنى لهم في جنان الخلد مرتفق كأن آخرهم في الجود أولهم إن الشمائل والأخلاق تتفق الشاهد برأ وهنا الباري نبرأها وتلاحظون في السياق أنه فصل في المصيبة بين ما يكون في الأرض وما يكون في الأنفس من باب الإجمال والبيان من باب العموم والخصوص وهذا موافقة لما في الآيات كلها في القرآن كما في آية التغاب وهنا قال في الأرض ولا في أنفسكم لأنسياق الآيات قبلها في المسابقة وقبلها اعلموا أنما الحياة الدنيا لعيب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر قرر هنا أن ترى كل هذه لن تستمر يمكن يكون في مصائب ما تكون الدنيا إلا نكد أحيانا وكبد لقد خلقنا الإنسان فيه كبد إذن الفرق بين آية التغاب ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله في الإجمال والعموم لأنه ما سبقها تفصيل كما سبق في آية الحديد فنسب هنا أن يقول في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في اللوح المحفوظ وهكذا لنقرر هذه العقيدة ولنشكر الله عز وجل ولتتجل الحكمة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إذن في هذه الآية تقرير العقيدة تقرير عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر تقرير علم الله للأشياء كما قلنا في مراتب القدر لو لم يعلمها لمها قدرها يعلمها قبل وقوعها وأثناء وقوعها وبعد وقوعها لأنها مثبتة في الكتاب إلا في كتاب في اللوح المحفوظ عند الله تبارك وتعالى والمعنى ما أصابكم أيها الناس من مصائب في آفاق الأرض كالقحط والجدب وفساد الزرع أو في أنفسكم من أسقام وأوصاب إلا في أم الكتاب قبل أن نبرأ هذه الخليقة إن ذلك أي إثباتها في الكتاب إثبات المصائب والحوادث في كتاب عند ربي الأرباب ومسبب الأسباب مع كثرتها مع كثرتها وهذا دليل على إحاطة علم الله وتمام قدرته النافذ سبحانه ومع هذا إن ذلك على الله يسير سبحانه وبحمده مع كثرة هذه الخليقة وهذا الكون كلش مشطر وكل صغير وكبير مستطر والإنسان عجيب إذا أصابت المصيبة فرح وقد يكون أشر وبطر وإذا جاءت المصيبة حزن وأسى وجزع ولربما أخرجه ذلك عن طوره في ارتكاب المحظورات والمنهيعة كل هذه المصائب والحوادث في علم الله وفي كتابته وفي وجودها في اللوح المحفوظ كل ذلك يسير على الله بل كل هذا الخلق خلق السماوات والأرض الجبال خليقه كلها ما في هذا الكون كله خالقه هو الله وهذا تقريه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات الذي ينبثق منه وينبني عليه ويتحتم أن يكون توحيد العبادة وتوحيد الإلهية أو الألوهية يكون ملازما له إذ لا فائدة أن تقر بأن الله هو الخالق والرازق والمقدر وأنت تعبد غير الله أو تتوجه إلى غير الله هذا هو صنيع كفار الأولين كفار قريش ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول إن الله لكن ما نفعهم إذن إذا قررنا عقيدة الربوبية نقرر عقيدة الألوهية وأن نخضع أعمالنا كلها خالصة لله وأن تكون العبادة كلها محض حق الله عز وجل لا يشركه فيها أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا قبر ولا ضريح ولا سيد ولا بشر ولا حجر ولا بقر ولا أحد من المعبودات التي يعبدها الناس ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل هذا الحقيقة ما يتعلق بهذه الآية وفيه ذكر بعض المفسرين وأئمة الحديث كالحاكم في إثبات أن كل شيء بأمر الله في حديث إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار هذا حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها كانت طبعا هي أمرأة لا ترى أن الشؤم في المرأة أبو هريرة ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تقول كلام كان أهل الجاهلية يقولون إنما المرأة والدابة والدار شؤم أو من الطيرة كيف نجمع بين حديث أبو هريرة وعائشة لا تنافي أن هذا كله تقرير فإذا فأبو هريرة قرره ابتداء وعائشة رضي الله عنها قررت هذا أن هذا من عمل أهل الجاهلية فنفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما المرأة كلها خير وبركة والدابة كذلك والدار المباركة فلا يجعل الإنسان للتشاؤم والطيرة في نفسه محلاً لأنها تخالف عقيدة القضاء والقدر بعض الناس عنده أزلام ولا عنده استقسام بها وأنصاب ويعمل أشياء في القرعة في السفر في نسافر ما نسافر ويضع لها حجار واليوم الأبراج هذه قضية عن كثير منها المنجمين وتعج بها قنوات الفضاء المنجم الفلاني والبرج الفلاني وقراءة الكف والفنجان كل هذا ينافي عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر ما يجيك واحد تخرج من هالباب تقول لا والله أنا امتشأ من منه يا أخي ما جايك إلا من الله أبد حصن نفسك واخذ بالأسباب الشرعية والمادية لا تخاف إلا من الله فيه توطين للنفوس ولهذا قرأت عائشة كيف تقولون المرأة والدابة والدار فيها شؤم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه بعض الناس عنده الحقيقة مبالغة في العين مبالغة في النفس يقول والله فلان عانني والله جلس معي فلان وعقب ما شفته وجلست معه ما شفت خير تعبد جاني مرض لا كلها أوهام صح العين حق لكن وثق وحقق عقيدتك وإيمانك بالله عز وجل واسأله سبحانه وتعاطى الأسباب التي تدفع العين وكذا يعني غيره بعض الناس يتعلق بهذه الأمور حتى بعضهم يعلق على باب بيته شيئا من الأحجار أو من قطع الحيوانات أو العظم يدعي أنها فيها البركة وأنها تدفع العين ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله نعم والأسباب نأخذ بالأسباب الشرعية إذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فعلنا وما لم فيكون أمرا محدثا ومنكرا وينبغي الحذر منه نعم التحمل مما يجب في المصائب التحمل الصبر عدم الجزع اللطف من الله اللطيف الخبير فهو اللطيف وهو القاهر أيضا وإذا حصل أي شيء في هذا الكون فهو بقوته وقدرته وقاهره لهذه المصائب حتى لا تقع أو حتى تزول إذا وقع فقد يبتل الإنسان بالفقر فيهب الله له الغينة بعد ذلك وقد يبتل بفقد ولد فيهب الله له عشرات من الولد وهكذا أما أهل التقوى والمؤمنون فهم مسلمون مؤمنون بل يتلذذون بالمصائب هذا بعض الناس ما شاء الله عنده قوة يموت ولده ولا تجيه جائحة ويظل صابر ومحتسب والذي أخذه هو الذي أتى به الذي منعه هو الذي أعطاه ويتجلد ويصبر ويحتسب هذا هو شأن المؤمن ويرجى لهذا الخير ولهذا ينبغي على الناس أن يحققوا هذه العقيدة فلا ينظروا إلى غيرهم فلان مثلا غني فيحسده يا أخي هذا ما كتبه الله له وهذا قدر الله له وهذا فضل الله عليه أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله هذا مسؤول هذا كبير هذا صاحب جاه هذا فيه وهذا فيه ولا ينظر إلى أهل المصائب فينبغي للإنسان أن متى ما حقق هذه العقيدة يشكر عند النعمة ويصبر عند المصيبة ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس كتب الله لك الوظيفة وكتب الله لغيرك الوظيفة أعلى أقل الشهادة المنصب الأولاد الزوجات كل ذلك في كتاب لماذا الحكمة لكي لا تأسوا على ما فاتكم الأسى الحزن أسى يأسى أسا من باب عليماء عليماء يعلم علما إذا حزن إذا حزن الأسى الحزن أو قل شدة الحزن الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أخبرناكم بإثباتها وكتابتها في كتاب لكيلة وإذا جت كي ففيها الحكمة وجاءت كي مع اللام المؤكدة لكيلة فهذا من أهمية الإيمان بالقضاء والقدر قررنا المصائب لكيلة أتى بلام التأكيد وأتى بالكعف وأتبعها باللام النافية والناهية عن الأسى الذي يخرج بالإنسان عن المشروع أولا الإنسان يأسى ويحزن وتصيب وتمر عليه الهموم والغموم والمآثي لكنه يتدرع بالصبر تدرع بالصبر ويلجأ إلى الله بالدعى وتفريج الهم والكرب وأهمه دعاء ذنون ما هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول وش علاج ضيقة الصدر فسبح بحمد ربك أكثر من التسبيح وكن من الساجدين الصلاة فيها راحة النفس وطمأنينة القلب ونسيان هذه الهموم والغموم والأسى والأحزان وليذا سبحان الله يموت الإنسان لك قريب خلال السبوع التي جاءك إلى الله خلاص وهذه من الحكمة بعد لأنه لو استمر الحزن في الإنسان لقتله وكدر عليه حياته كلها خلاص ما دمت آمنت بالله فالأمر كله لله أحزان قلونه هذه عقيدة فإذن الإنسان دائما في أموره كلها من خير أو شر كله بأمر الله تعرفون الأثر عن إبراهيم بن أدهم حينما رأى المحزون ونصحه وسأله هل يحصل شيء في هذا الكون دون إرادة الله لا إذن ليش تأسى وتأحزى هل يمكن أن يكتب لك إلا ما وقع عليك وأراده الله لك من رزق من حياة من موت من منصب من خير من وقوع شر كل ذلك بأمر الله فسلم الأمر لله تغنم وتسلم لكي لا يحصل لكم الأساء والحزن والألم حزنا كما قلنا يوجب القنوط والجزع واليأس أما الحزن المعتاد فذا بأس إن القلب لا يحزن حزن النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابنه وحزن يوم مات عمه وحزن يوم ماتت زوجته خديجة وحزن لما أن الكفار آذوه لكنه حزن لم يخرجه عن ما شرع الله عز وجل وإلا فالحزن والفرح الطبيعيان لا يخلع عنهم الإنسان وحتى الخوف قد يكون خوف طبيعي تخاف من سبع تخاف من مثلا شيء موحش لك أن تخاف لكن خوف العبادة أنك ما تخاف أحد إلا الله لأن الرزق بيد الله والموت والحياة بيد الله والله لو اجتمع كل من في الأرض والكون كله ليقطع رزقا كتبه الله لك لن يستطيع وعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصرف قرر هذه العقيدة قولا وفعلا وسلوكا وتطبيقا وعند الوقائع إثبات العلم لله القدرة المشيئة الكتابة الخلق الاختيار الأمر كله لله ليس لك يا ابن آدم في هذا الكون إلا ما كتب الله لك وما فتح عليك من أبواب المشيئة التي أنت تختار من خلال ما يختار الله لك عرض عليك وظيفة في مكان كذا ومكان كذا ومكان كذا أنت اللي تختار لكن اختيارك هذا لن يخرج عن اختيار الله لك في الأزل فترضى تسلم في الوظيفة لو هي متعبة لو فيها مشقة هذا اللي كانت من الله لي أنا أصير قاضي أصير مثلا إمام أصير غني أصير فقير أكون كذا أكون كذا ومثله الزوجة مثله الرزق مثله المال مثله البيت مثله كل شيء بقضاء وقدر حتى يعني ما يفعله الإنسان في الأمور العادية من شسع نعله أو قيامه في خدمة أهله وبيته وما إلى ذلك من الأمور لكي لا تحزن على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أهتاكم الله أكبر هذا منهج الاعتدال منهج الوسطية والاعتدال في المصائب لأن الناس في المصائب ثلاثة أقسع قسم غال بمعنى أنه ينسبها لغير الله مثلا أو يحس في نفسه مثلا من الحزن لها ما يجعله في حياته ييأس من أموره كلها والقسم الثاني أو النوع الثاني الجافي الذين ينكرون هذا الأمر تماما ويرون أنها طبيعة أو أمر عادي والقسم الثالث هم المؤمنون الذين حققوا الاعتدال لا يأسون على ما فاتهم لو كتب لي جاءني هو يطلبني ولا يفرحوا بما آتاهم جاءني الحمد لله أفرح فرحا معقولا فرحا أسخر هذه النعمة في ما شرع الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهذا يعني التوسط في الفرح وإلا فالفرح قد يكون مذموما كما في فرح قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يعني الأشرين البطيرين الذين يدفعهم فرحهم إلى التكبر وإلى الغرور وإلى ترك الأوامر وارتكام الزورج فإن من علم أن كلا من المصيبة والنعمة مقدر يفوت ما قدر فواته ويأتي ما قدر إتيانه لا محالة لا يجزع على ما فات ولا يفرح بما هو آت إذ يجوز أن يقدر رهابوه عن قريب أنت تفرح الحين تفرح الصباح تجيك الجائحة المساء يعاقبك الله كما حصل في قارون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من الممتصرين وش رأى موقف اللي كانوا يتفرجون وأصبح الذين الذين كان يتمنون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق شف هنا نعود إلى تقرير عقيدة الإيمان بالقضاء والخطر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وبحمده وكل زائل عن قريب لا يستحق أن يفرح بحصول الدنيا ليست دار فرح تفرح نعم بأولادك بأحفادك بأسرتك بما وهبك الله من رزق من مال من مكانه لكن لا تأشر لا تبطر لا تختال لا تفخر لا تتعالى على الناس سخر ما وهبك الله في أداء حقوق الله وأداء حقوق عباد الله وخدمة المسلمين مدام أن الله كتب لك هذا الأمر في المال تنفق في المنصب والجاه تشفع تنفع تفتح المجال للمحتاجين وهكذا دون أيضا محاباه أو مباهاه أو وقوع أي شيء من الأمور المخالفة للشرع أو للنظام القراءات لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم آتاكم فيها ثلاث قراءات قراءة الجمهور آتاكم بالمد يعني أعطاكم وقرئ بالقصر أتاكم ولا تفرحوا بما أتاكم وقرئ ولا تفرحوا بما أوتيتم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ولا تفرحوا بما أتاكم ولا تفرحوا بما أوتيتم كلها قراءات صحيحة قراءة الجمهور بالمد وقرأ عبد الله بما أوتيتم واختار أبو العالية ونصر بن عاصم وأبو عمر القصر بما أتاكم أي جاءكم جاءكم وقراءة الأولى قراءة الجمهور وهي قراءة أبي حاتم والقراءة الأخيرة هي قراءة المد أيضا قرأ بها أبو عبيد ومعنى الآية بيان الحكمة أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل وجودها لكي الحكمة العلة لتعلم أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وهذا حديث ابن عباس العظيم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعك واعلم في رواية الترمذي أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى الخلاصة أن كل شيء قدر في الكتاب فكيف نفرح أو نحزن قال عكرمة رحمه الله ليس أحد إلا وهو يفرح أو يحزن ولكن اجعل الفرح شكرا والحزن صبرا وفي الآية إشارة إلى أنه يلزم أن يثبت الإنسان على حالة واحدة وهي الإيمان بالقضاء والقدر في الخير والشر والحلو والمر والسراء والضراء فإن كان لابد من فرح فليفرح شكرا لله على إعطائه لا بطرا ولا أشرا وإن كان لابد من حزن فليحزن صبرا على قضاء الله لا ضجرا ولا جزعا وفي تخصيص التذييل وش ختمت الآية به والله لا يحب كل مختال فخور لأن حالة الناس عند المصائب سواء كانت خيرا أو شرا لا تخرج عن الفرح أو الحزن فجاء التذييل بأن الإنسان عليه أن يحذر من أن يبخل أو يأشر أو يبطر في أي أمر من أموره إذان بأن الاختيال والبخل أقبح من الأسع والله لا يحب كل مختال فخور نهى عن هاتين الصفتين في تذييل أو في نهاية أو في عجوز هذه الآية إذان بأنها أقبح من مجرد الأسى أو مجرد الفرح و من الآثار والحكم ما قاله قتيبة بن سعيد دخلت على بعض أحياء من العرب شوف هذا نموذج في الصبر والإيمان بالقضاء والقدر وفي الأمة نماذج أعظمها نموذج النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أصاب من أمور في هذه الدنيا من خير أو غيره هذا قتيبة بن سعيد يقول دخلت على بعض أحياء من العرب فإذا أنا بمكان مملوء من الإبل الميتة فضاء كبير في الصحراء مملوء بإبل ميتة لا تحصى فقلت سبحان الله ورأيت شخصا رأيت شخصا على تل يغزل صوفا فسألته فقال كل هذه الإبل إبلي وأنا راض بما حصل لها فالذي أعطاها ارتجعها وجالس يغزل يعني ما على باله خلاص مؤمن أحيى هذه الإبل هو الذي أمات فهو أراد الآن أن يعمل لا يقعد هذا عن العمل قال كانت باسمي فارتجعها من أعطاها الله أكبر تقرير لهذه العقيدة وفي الأمة كثير ولله الحمد والمن ثم أنشأ يقول لا والذي أنا عبد من خلائقه والمرء في الدهر نصب الرزء والمحن لا والذي أنا عبد من خلائقه والمرء في الدهر يعني الإنسان في هذه الحياة نصب الرزء الأرزاء المصائب المحن لن لن يخرج منها هذا ما يكتب على الإنسان ما سرني أن إبلي في مباركها ما سرني أن إبلي في مباركها وما جرى من قضاء الله لم يكن شوف يعني هو خرج تعدى مرحلة الحزن إلى أن يفرح بما قدر الله عليه لقوة إيمانه بقضاء الله وقدره وأنا أفرح بما اختاره الله لي وإن كانت مصيبة عليه ما سرني أن إبلي في مباركها وما جرى من قضاء الله لم يكن اللي جرى سيكون فأنا فرح بأن الله أجرى ما قدره وخلق وأوجد وحقق ما شاءه سبحانه ولو شاء أنها لا تموت لا تموت لم تموت ولكن ما ينافي هذا أنك بعد إذا مرضت إبلك أنك تروح للبيطري وتعالجها لا بأس لكن إذا خلاص حصل الأمر ما سرني أن إبلي في مباركها وخذ إبلي أنت في ولدي في زوجي في مالي في وظيفتي في مكانها وما جرى من قضاء الله لم يكن قد يكون أخذ الله له وإيقاع المصيبة من الله لك خير لك وهو قضاء الله وقدره الذي سيجري في هذا الكون فأنت تفرح بأنه جرى وتحقق خير شر حزن أسى مصيبة فرح كل هذا يعود إلى الإنسان في قوة إيمانه وعلى ضوء ما شرعه الله له ولهذا عقب والله لا يحب كل مختال فخور المختال من الخيلاء والخيلاء هي الكبر أو درجة أعلى من الكبر والعياذ بالله المتكبر بما أوتي من الدنيا الفخور من الفخر المبالغ فيه مبالغ أو مبالغ في الفخر به على الناس فإن من فرح بالحضوض الدنيوية وعظمت في نفسه اختال وافتخر لا محامة والمختار المختال المتكبر المعجب المغرور من الخيلاء وهو التكبر والرياء يرى نفسه يرى نفسه فوض فيتكبر في نفسه وهذه خصلة في ذاته ولهذا فرقوا بين الفخور المختال والفخور هل هما صفتان بمعنى واحد أو صفتان بمعنيين المختال والفخور الصواب أنهما بمعنيين الفخور هو المبالغ في الفخر والكبر والخيلاء في نفسه والمختال الذي الولفخ المختال وإن الله لا يحب كل مختال الفخور هو الذي يفتخر على الناس يتعالى على الناس كان في منصب يترفع عليهم ولا يشوفهم اللدون لا إذن هذا مختال أو قيل المختال هو الذي ينظر إلى نفسه والفخور هو الذي ينظر إلى غيره بعين الاستحقار للناس لهم وقوله الذين يبخلوا في الآية الثالثة الذين يبخلوا البخل هنا الإمساك الإمساك عن كل شيء محمود سواء حسيا أو معنويا فالذي يمسك ماله عن الإنفاق في سبيل الله بخيل وعلى الإنفاق على أهله وعلى أولاده بخيل ولا يخرج حق الله من الزكاة من الصدقة من النفقة الواجب عليه مثلا على الزوج على الأولاد من مثلا السكن إلى آخره البخل هو الإمساك للأموم المقتنى حسيا التي يجب عليه إخراجها ويقابل البخل الكرم والجود بل إن الجود قد يكون أعمنا الكرم وإذا اجتمع الجود والكرم فالجود على النفس وانفوف النفس ومن النفس والجود بالنفس أعلى غاية الجود ولهذا الله وصف نفسه بأنه جواد كريم الكريم أحيانا كريم لكنه أيضا قد يدفع أو يريد مقابل يقابل كرمه بكرم مثله أما الجواد يعطي بلا حساب لا ينتظر أنك كرمت فلان عزمته أنها عزمك أنك قلت له كلمة طيبة أنها ردها لك أنك عملت بالحسنة يعاملك لا خلك كريم ولا تستوي الحسنة ولا تستوي الحسنة خلك جواد بادر دائما بالعمل الحسن وهؤلاء البخلاء وحتى البخل المعنون البخل بعدم نشر العلم بخل البخل بالجاه البخل بالشفاعة البخل بنفع الناس في أي نفع لهم في أوجه الانتفاع المتعددة هذا نوع من البخل والله والحرماء بعض الناس ما هي الفائدة من أموالك أصفار في البنوك أنفق على الناس أعطي أخرجها عشها في حياتك وذريتك وأولادك ما هي الفائدة الله يعطيك الجاه والمنصب سخره لنفع دينك ونفع عباد الله عز وجل ونفع البلاد والعباد هذا الذي يجب أن يكون عليه الإنسان فلا يبخل أنت أيها العالم يا طالب العلم يا حافظ القرآن يا من فتح الله عليك في أي باب من الأبواب سخر هذا في نفع الناس والذي يمسكه بخي تأخذ شهادة الدكتوراه ولا تكون العالم وبعد ذلك لا تعلم الناس ولا يستفيد منك الناس وما فائدة علمك وهكذا صاحب المال وهكذا صاحب الجاه وهكذا صاحب المنصب تسخرها في الخدمة للدين وللبلاد وللعباد طبعا في ضوء الأطر والنظم المعروفة الذين يبخلوا وقيل إن هذه الآية نزلت في اليهود لأن اليهود من صفتهم البخل من صفتهم البخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد الذين يبخلون صفة ويأمرون الناس بالبخل هل هي عبارة مستأنفة أو عبارة متمة للعبارة السابقة قولان للمفسرين فإن كانت مستأنفة فهي في محل رفع الذين يبخلوا ويأمرون الناس بالبخل محل رفع على الابتداء والخبر مقدر فيكون بيانا لصفة اليهود عليهم من الله ما يستحقون والمعنى وأيضا الكفار والمشركون لماذا عرف اليهود بالبخل لأنه جاءت عندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة لكنهم بخلوا بها ولم يخبروا بها الذي يجدونه عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ومع هذا جحدوا نبوته فوصفوا بالبخل بخلوا ببيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي في كتبهم لألا يؤمنوا بها الناس فتذهب مأكلتهم ويأمرون الناس بالبخل من المصائب أن الإنسان يصاب بمصيبة ولا يرتاح حتى يقع الناس بها هذا البخيل من شدة نكده يريد الناس كلهم بخل الجبان يريد الناس جبع وهكذا لا يا أخي إذا أراد الله لك أن تكون فتمنى الخير لغيرك ولا تتمنى الشر لغيرك وإذا بليت بالبخل فلا تأمر الناس به وإذا بليت بأي خلة أو خصلة من الأمور السيئة فلا تتمنى أن الناس يقعون بها حتى مثلا بعض الناس يدخن مثلا يعترف أنه مخطئ مقصر فما يعطيك ما يجي يعطي الناس ليدخنوا معه لا يرى أن هذا مضر ومحرم ومنهي عنه شرعا يقول لا والله أنا من محبتي لك أنا مثلا وقعت في هذا البلاء وأسأل الله يعافيني وأنا أجاهد نفسي في أن تعافى منه لكن ما أريدك أن تقع فيما وقعت فيه نعم هذا الممتز أما الآخر فهو البخيل الذي لم يكن بخيلا على نفسه وإنما يأمر الناس بالبخل ومنه كلمة بعض العوام اللي يقولون هذا مثلا ما يبي المغفرة له ولا مغفرة الله تنزل على غيره طبعا هالكلمة فيها بعض المحاذير ما تقال لكن هي بيان لبعض حالات الناس الذين لم يكتفوا بوقوع الشر في أنفسهم فيتمنونه لغيرهم وهذا هو داء البخل وداء الحسد وداء الحقد وداء الفخر والخيالاء والتبختر والفخر على الناس وعدم حب الخير لهم ولهذا ختم الآية بقوله سبحانه ومع أن من الناس من يبخل ويأمر الناس بالبخل افترى الله غني سبحانه لا ينظر إلى بخلهم بخلهم على أنفسهم ومن يتولى فيبخل يتولى فيعرض عن العباد يتولى فيعرض عن الإيمان يتولى في أي عمل من الأمور التي أمره الله بها فلا يفعلها ومن الأمور التي نهى الله عنها فيفعلها فالله هو الغني لا حاجة له سبحانه بالعباد والعباد غناهم لأنفسه يوم يغنيك الله بكذا ألف أو مليون هي لك ليختبرك هل تنفقها في طاعة الله أو تكون وبالا عليك يوم تسأل عمالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته وهذا البخير ترى هذا المال مال الله ليس لك أنفقه في وجوه الطاعة ولا تبخل على نفسك ولا تبخل على غيرك وأخطر شيء البخل فيما أمر الله كعدم إخراج الزكاة عدم الصدقة عدم مثلا النفقة وما إلى ذلك من الأم الذي يتولى فيبخل بخله على نفسه الله هو الغني ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد الذي يبخل بماله الذي يبخل بعلمه يوم تبخل بعلمك أيها العالم سيسخر الله لعباده من يعلمهم فالله هو الغني وهكذا يوم يبخل صاحب الجاه والشفاعة ومن يملك مكانا لنفع المسلمين فيحجب نفسه ونفعه عنهم سيهيئ الله لهم وهو الغني الحميد من يخدمهم سبحان الله هذه حكم وآيات ودروس وعبر وآثار وهدايات وحكم وأحكام ينبغي أن لا تغيب عن المسلم وهذا هو التذكير بالقرآن أن يعيش الإنسان دائما مع القرآن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد قرئ فإن الله الغني الحميد وقراءة الجمهور فإن الله هو أيضا للتأكيد هدايات الآيات وحكموها وأحكموها أولا تقرير عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر اثنين ها بيان الحكمة من القضاء والقدر والإيمان بهما فالإيمان بالقضاء والقدر الحقيقة الحاجة إليه ماسة لأنك واجد في واقع الناس تقصيرا كبيرا في تحقيقه على أرض الواقع ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله الإيمان أيضا بمراتب القضاء والقدر العلم إثبات علم الله عز وجل إلا في كتاب إثبات الكتابة أن اللوح المحفوظ وأم الكتاب موجود ومخلوق الآن وكل شيء فيه مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض نعم وشبعد إلا بإذن الله المشيئة حسن فبات مشيئة الله عز وجل إلا بإذن الله في الأرض ولا في أنفسكم تنوع المصائب ما يحصل للإنسان وما يحصل في نفسه وما يحصل في الدنيا وفي هذا الكون كل من هذه الحوادث في الدنيا حتى الحروب المآسي النكبات الكوارث كله بأمر الله كذا هذا الإيمان إلا في كتاب إلا في كتاب إثبات الكتاب والكتابة كتابة الله عز وجل إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إثبات أيضا الخلق إثبات الخلق والإيجاد وأن الله هو الخالق في إثبات توحيد الربوبية وفي أيضا إثبات الأسماء من حيث الخالق وتوحيد العبادة من حيث أنه ما دام قررنا أنه لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله فلا معبود إلا الله فلا نتوجه إلى غير الله سبحانه في العبادة نعم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير إثبات قدرة الله عز وجل البالغة والعظيمة وقدرته النافذة وأنه لا يتعظمه شيء وليس عنده شيء عسير كل شيء عليه يسير وكل تدبير العسير عليه يسير فمهما أصابك من عسر فأقبل على الله ومهما أصابك من حزن فأقبل على الله ومهما أصابك من كآبة وحزن فأقبل على الله فإن الله كاشفه نعم إن ذلك على الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أقسام الناس أيضا بيان الحكمة وأقسام الناس وأن من الناس التحذير من الحزن الذي يؤدي إلى الجزع والتحذير من الفرح الذي يؤدي إلى الأشر والبطر وهذا فيه اعتدال ووسطية الشريعة ويسرها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم نعم تحريموا البخل والله لا يحب كل مختال فخور تحريم الفخر والاختيال والخيال والكبر الذين يبخلون تحذير من البخل وتحذير من أمر الناس بالبخل وأن الإنسان إذا بلي بخصلة قبيحة فلا يتمنى أن تكون في الناس وعليه أن ينصحهم ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري حرمة الاختيال والفخر والبخل والأمر به الأمر به أشد من كونك وقعت في الزنهة لا تعمر الناس يزنون ولا تحذر ولا وقعت في أي أمر منك ولا قصرت في الصلاة ولا في بر والديك ولا في صلة أرحامك ولا تشجع على هذا احذر قد يكون هذا عند بعض الناس أو قد يكون في بعض المجالس أو قد يكون في بعض مواقع التواصل فيغتر بعض الناس بمثل هذا الأمر الذي يريد كثير من أهل الشر أن يوقع أهل الخير به أظن الوقت سرى بنا مع القرآن فدرس الحديث إن شاء الله يتأجل نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا تحقيق الإيمان به به سبحانه وبكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر إنه جواد كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا اغفر لنا استر عيوبنا يسر أمورنا رضنا بما كتبت لنا اجعلنا مؤمنين لا نفرح بما آتيتنا إلا فرحا يدلنا على طاعتك ولا نحزن على ما أصابنا حزنا يؤدي بنا إلى الجزع عن قضائك وقدرك يا الله اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع قلوبهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين اقضي الدين عن المدينين اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اكتب الخير والأمن والسلامة على عبادك المؤمنين وعلى أوطاني وبلاد المسلمين وخص هذه البلاد قبلة المسلمين بالأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان وفق ولاة أمرنا وفق جنودنا احفظ أمننا واستقرارنا ورخاءنا تقبل من المعتمرين ومن المصلين والركع السجود ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أصلح نياتنا وذرياتنا حذرنا واحذرنا وأنجنا واعصمنا من الخلال الشريرة والخصال الخطيرة واهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من البخل والخيلاء والفخر والكبر وسائر الخلال الذميمة يا رب العالمين زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين واجعل هذا المجلس مجلسا مباركا تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة ويذكر الله جل وعلا الحاضرين في الملائك الأعلى عنده اللهم نظر وجوههم ووفقهم لخير الدنيا والآخرة وعم بالتوفيق والتسديد والتأييد من يسمع كلامنا ومن يتابع عبر القنوات كلها ومن رتب وجهز وحضر ونظم وشارك وتفاعل وتأثر يا جواد يا كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته